بعد عملت سيركت عادة ابدأ اشوف الوايرنج بتاعتي اذا انا رأس عم بتاعه اذا انا احبب اظهرها اظهرها ازاي باجي عند البيو بتاع الباور الدور الثاني الريسيبتكل اذا انا احطتها بابدأ اعمل فيها نفس الخطوات بتاعة السويتش وبتاعة اللايتنين في كتران انا مجرد امعلم عليها وابدأ ادخل على كلمة باور وابدأ ادخل السيركت بتاعتي اهو الفانل وعمل قيدة سيركت ومعلم عليهم كلهم بعد كده بقوم واقف على اي ريسيبتكل يبدأ اظهر لي الشكل بتاعي اهو بقوم داعس على ريسيبتكل تاني هيبدأ يخطر لي يقول انت عايزها بالارك ولا مش عايزها بالارك ولا انا اعيزها تبقى على شكل الارك في بدأ اهو يظهر لي الارك تاعتي وده بشورلي على العم رام بشورلي على الفانلز بتاعتي انا عايز اعمل عليها هنا تاج انه هو يقول لي دي بتشاور على اي فانلز باجي عملي عند الكويك اكسس بار ببدأ اختار تاج وموقف هنا كده هيبدأ يديني رقم واحد لأنا عايزه يقول لي اسم البانيل بس زي هقوم دايس على التاج بتاعي edit family أنا مش عايز قول لي رقم من circuit كامل هقوم دايس على circuit وقوم دايس edit label من edit label هقوم معين له لقدر remove أنا عايز panel name أو panel بقوم دايس عليها double click هندوس على الغلط اللي تحتها دايس اوكي load into project بلوقع اعمل override existing هيبدأ يكتب لي اسم البانيل اللي هي معمول عليها السيستم بتاعي